مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله اليكم لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع غداً لأحد أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن اعتباراً يوم الاثنين إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالانقفاض التدريجي واثنين على ثلاثة إن شاء الله تحطل الأمطار مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات ال جي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى بنلاحظ أن هناك ارتفاع على درجات الحرارة ورياح جنوب شرقية إلى جنوبية شرقية تؤثر على المملكة يوم الأحد لكن يوم الاثنين تتغير الكتلة وتصبح الرياح غربية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى وبالتالي تبدأ درجات الحرارة اعتباراً يوم الاثنين بالانخفاض التدريجي بإذن الله أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تقريباً أجواء تميل إلى البرودة وأيضاً هناك الصغرى راح تكون في عمان بحدود تقريباً 12 إلى 13 درجة مئوية وكون الرياح شرقية يكون الشعور بالبرودة أكثر أما الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع غدا الأحد أجواء خريفية لطيفة إلى معتدلة بالنهار تميل إلى البرودة بالليل وأيضاً مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية شرقية أما يوم الاثنين فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة يعني بتنزل درجات الحرارة من 24 تقريباً إلى 19 درجة مئوية أيضاً بعد ظهر يوم الاثنين تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تصبح الأجواء غائمة جزئياً وليلة الاثنين على الثلاثاء بإذن الله تسقط أمطار بدءاً من المناطق الشمالية تمتد يوم الثلاثاء لتشمل تقريباً معظم مناطق المملكة الثلاثاء انخفاض واضح على درجات الحرارة بحيث تسجل العظمى بحدود ما بين 16-17 درجة مئوية إذن غدا الأحد الحرارة بحدود 23-24 العظمى والصغرى بحدود 14 الاثنين العظمى بحدود 19 والصغرى 12 ويوم الثلاثاء أجواء باردة نسبياً غائمة جزئياً مع سقوط زخات متفرقة من المطر والعظمى 16 والصغرى 12 درجة مئوية إذن الغدا الأحد أجواء خريفية معتدلة إلى لطيفة وتميل البرودة ليلاً لكن الاثنين انخفاض والثلاثة بإذن الله أمطار مشاهدينا شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة